طيب نتحول لموضوع آخر وخلينا يعني نتكلم مع حضراتكو عن الأجازة وخطورتها على أطفال دايما بنتكلم عن خطورة قلة النوم على الشخص البالغ إزاي ده ممكن يأثر على صحته على تركيزه على قدرته على أعصابه فما بلك بالأطفال في دراسة حديثة قالت أن عدم حصول الأطفال على قسط كافي من النوم بيعرض هؤلاء الأطفال لخطر ارتفاع ضغط الدم وهم في سن مبكر طيب لكن علشان نعرف بشكل علمي كده تأثيرات الاجتماعية المختلفة لقلة النوم سواء للأطفال أو حتى لكبار السن خلونا نعمل حوارنا دلوقتي مع الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جمعت عين شمس سواء هنعرف منها الفئات الأكثر تأثرا بقلة النوم أو عدد ساعات النوم والأرق وتأثيره على شكل التفاعل الاجتماعي بشكل عام مش بس الصحة البدنية أو العضوية لكن كمان حتى في التواصل الاجتماعي مع الناس ورحب بك يا دكتورة وصباح الخير صباح الخير عليكم على مصر كلها دكتورة قلة النوم يعني إيه؟ يعني عدد ساعات قد إيه؟ نقول إن ده نوم غير كافي بتختلف طبقا للفئة السنية يعني اللي عنده سنة غير اللي عنده ستين غير اللي عنده عشرين غير اللي عنده تلاتين بس خلينا أقول في الأول اللي مش بينام صح مش بيعيش صح يعني في علاقة قوية جدا لأن أنا بعمل ريسترط الكل وظيفة حيوية من خلال النوم لو أنا جهاز عندي وشغال ما بيفصلش تخيلي أدائه هيبقى عامل إزاي؟ بالك بالبشر بقى إحنا في كل سنوات العمر وزي محضرتك أشارت وأكد بالأطفال تحديدا لأنهم في مرحلة النمو ده بيأثر جدا جدا على مستقبلهم وعلى حياتهم مش بس الصحية خلينا نقول إن ارتفاع الضغط ده مؤشر للخلل اللي بيحصل في الصحة مش قصة إنه مرض يعني أي مرض ده خلل فخلله بيحصل في مرحلة ما ينفعش أو طبيا جرل يعني التاريخ بيقول إنها بتيجي في سنوات مع التقدم في السن مش في سن الطفولة ده المعتاد فنتيجة الخلل في النظام الصحي إن أنا مش بريح إن أنا مش بفصل إن أنا مش بعمل ريفريش لكل جسمي هرمون النمو مش بيشتغل عقلي مش بيرتاح خاصة إنه مش بيبقى مشغول بحاجات تغذي زي إراية أو أو لكن ممكن يكون صهر إن أنا بلعب جيمز بعمل حاجات مش مفيدة ليا فبتجهدني صحيا بالإضافة لإنها بترهق عقلي ومش بتديه الفرصة إن أنا ارتاح فخلينا نقول إنه كل السنوات عدد الساعات المثالي قد إيه بيختلف من توقع للسنوات يعني في سن سنة تلاقي الطفل بينام موظم يوم ولحد 18 ساعة لحد من 16 ل 18 13 ل 18 تبص تلاقيه سنتين بيقلي شوية لحد ما نوصل للناضج اللي هو 20 سنة 8 سنين الأطفال لحد 13 ساعة 8 ساعة 8 ساعة في العمر هو تلت العمر الأمهات بيعانوا ليه في الأول 18 ساعة نايم دعم طول صهرانين ما هو ما هو الأطفال بيعكس للساعات صحيح صحيح في السن الصغير بنعاني بقى نحن مش عارفين هو عايز إيه بيبكي بدون سبب لكن هما مش 8 ساعة هما يعتبروا لو رنجي العمر الطبيعي 60 هما 20 ساعة نوم في عمر الإنسان تلت العمر هو نوم 8 ساعة الإيديان بالنسبة للبالغ اللي عنده 20 سنة طب إحنا نتكلم على إيه دلوقتي تحديداً الفئة العمري اللي هنتكلم عليها الأطفال بصي خليني تدين الأطفال أنه هما المستقبل هما اللي أنا مش بس أنه هو بينام من كام ساعة ده أنا بعوده على ستايل حياة شكل أنه هو متعود أنه فيه ساعة معينة بيفصل عندها بينام الساعة البيولوجية بتقوله نام هو عايز يوصل لمرحلة أنه أنا عوده أنه فيه ساعة بيولوجية أنه أنت دلوقتي تبصت لقيه عمالي التاوب وعايز يدخل ينام الأم مسؤوليتها في السن المبكرة دي أنها تأهله أن يدخل في الساعة دي أنه ما يبقاش مهايبر بقى وصاحي وبيلعب ونشيط وتقوله كم يو ينامش قبل الساعة ربعة الصبح وبيخلينا كلنا قاعدين جنبه يخايفين أنه هو يعمل حاجة أو يشغل حاجة أو أو خلينا نتكلم عن الأجازة وضررها على أطفالنا الموبايل في إيد أطفالنا بشكل مستمر وما عندهمش مدرسة بكرة فمسكين الموبايل قاعدين على السرير والحجة احنا في أجازة بالضبط كده وساعة بتكر ساعة وتلاقي الموضوع داخل على الساعة 2-3 بالضبط وخلافه تأثير ده على الجهاز العصبي على قدرة التركيز على حتى في حال العودة للدراسة تأثير ده على صحيتهم هتكون عاملة زي فاكر حزاك آخر حاجة قلناها أن أنا استيلي الحياة ودخله في الساعة البايروجي هو عمل قلب نظامه تماما اللي هو لا ساعات نوم مظبوطة ولا انضباط في أنشطة غير قصة الموبايل والتفرغ لي هو بالتالي بيتمرد قبل كده احنا كنا شدين احنا كان عندنا امتحانات احنا كنا بنذاكر فمن حقنا نفصل بقى هنا لازم أمل الفراغ ده بأنشطة بجنب الموبايل حريك قلتيني المخاطر لا المخاطر مش بس عنيه مش بس إجهات لعنيه مش بس صهر ده قدرته على التحصيل بعد الأجازة وبعد الاستخدام لأنه خلينا أتكلم بقى نفسيا هو مستقبل مستقبل يعني أنا بلعب جمز أنا مستقبل قدامي أنا بشوف فيلم أنا مستقبل مش بعمل ريأكشن مش برد مش بنمي مهاراتي على التواصل مش بيعبر عن رأيي مش باتكلم مش بمارس أنشطة فأنا قاعد متلقي فتيجي تلاقيني هتنقليني من طور المتلقي ده بعد أربع شهور لأن أنا بقى أعمال أذاكر وأقوم وأتكلم هتلاقي لا ده هتلاقي صعوبة يجي شهر شهرين على ما ترجعي للقضية دي طيب أنا أعمل إيه؟ ماهنا لو سبتوا فريسة للوقت ده وضيعوا ماهو بالضبط إزاي أوظف بقى ده لأن فيه مغريات إحنا مقدرش ننكرها فرضها العصر علي إزاي أنا أقدر كأم أو أب أن أنا أسحب ولادي الاهتمام تاني أو أدخلهم في الساعة البيولوجية زي ما حضرتك بديو عظيم جدا خلينا أقول المغريات الأول الصورة إبهار الصورة إبهار الصورة بكل المستويات لو ميديا بتفرج عليها لو جيمز لو لو إلى آخره السهولة إن أنا قاعد وخلاص مسلم ليه بقولي اتنين دول عشان الأمة ما تبني عليها لازم وهي بتعمل معا نشاط أو حاجة بقى فيه إبهار إبهار في الأول هو مش هيتناسب مع إبهار الصورة اللي هو شايفها هي الأمة هتعمل نشاط تبهاره بالليل؟ لا لا مش هي اللي هتعمل هو اللي هيعمل مش هيعمل هي هتوظف قصة الإبهار دي يعني تشوف حاجة بيحبها قوي عشان تشده من حاجة هو داخل هو بيحبها تلقائي خلي بنا حتى في الدعام الدراسي هو بيتعمل بس على استحياء ده هتقولولي قوم زاكر تتا فأنا مفرغ له وقت وده كمان طبعا للسن اللي هو مش سن المراقح نعم نتكلم كده مثلا من سنتين تلاتة أصغر أصغر 11 سنة 12 سنة ودي مشكلة كبيرة لأنه هو من شبع على شيء شبعه وخلاص هو تكون على أنه هو بيقضي 10-8 على أي ساعات قدام هذا الجهاز طب يبقى هي هتقوم بحاجات فيها إبهار يعني بيحب مكان معين يبقى هنروحوا في الأول عشان نعودوا أن يحب الأماكن بيحب قريب معين هنروح في الأول عشان نقوله أن ده بيشبع لك الحتة النفسية أنك سعيد أنك مبسوط شديته من ده الحاجة لازم يكون بيحبها مش حاجة هو كرهها لأنه بالتالي كرهوا للحاجة دي وأن أنا بشدوا ليها هيزودوا تعلق بقصة العالم الافتراضي ده فلازم أنشطة هو بيحبها قريب بيحبهم أماكن بيحبها مكان كان عايز يزوره وما قدرناش نزوره السنة اللي فاتت فنروحه ولو ساعتين ثلاثة عشان يبقى على أمل أن أنت لو عملت كذا أو وديتك تسكت معينة أن احنا هنراجع كذا هنقرف حاجة هنروح المكان التاني اللي أنت بتحبه فبالتالي أبتدي ألفة نظره اللي عالم فيه إبهار مش هيتكافر معنا طيب ده عملنا على مدار اليوم على مدار اليوم بعد كده هعمل إيهالة عشان ينم بيحبه يرجع تعبان بقى فينام خليني برضو أقول أن أنا عشان أعوده على السعر البيولوجيا أنهم لازم هيئ الوسط الاجتماعي في البيت وفي المكان أنه هينام يعني ما يبقاش فيه ضيوف في البيت لحد الساعة واحدة اتنين بالليل وأقوله دخل نام وسيب الأطفال اللي بتلعب معي لازم أحجم القصة دي ومش حجة أن احنا في أجازة لأن احنا بشر هو احنا شخصية واحدة الطفل أو البالغ ففيه استايل حياة سيستم إن أنا الساعة قبل 12 قبل 8 تابع السن بتاعه إحنا بنروح للسرير ممكن في الأول أروح أنام جنبه شوية عشان يحس بالأمان ويستجيب لو هو صغير قوي بعدها لأحنا كلنا هننام بطف الأنوار لو في تليفزيون شغالها بطفيه قد إيه باخد من الوقت عشان أقدر أدرب أولادي اللي هو ده الإسلوب ده الحياة اللي مفروض تتابع أو ده النهج اللي مفروض نمشي عنه عشان أعودهم لازم تبقى عادة عندي في البيت يعني مش هاجي أسبوع أو 3-4 يام من 20 يوم وإنت طالع لحد شهر إن أنا بتدي يعني في أول طبعا الدراسة أوتوماتيك هم بيناموا بدري إنه بيسحى بدري عشان الباص عشان المدرسة وهو إلي آخيره لكن في الأجازة نتفق إحنا كنا بينام الساعة 9 مثلا أتكلم عن السن الأصغر شوية لو مرحلة مراقبة فيه عملية يعني تمرض وده طبيعة المرحلة مش ابني وحش أو مش بيسمع الكلام دي طبيعة المرحلة ولازم أتعامل مع المعطيات بتاعتها لكن في الطفل صغير خليني بتفقين إحنا بينام كل يوم الساعة 10 طب عشان إحنا أجازة هلنام الساعة 11 هلنام الساعة 12 طب أنا مراهق لا ده أنا محتاج مجهود شوية لأنه هو متمرد بطبعه هو إحنا في مدرسة هو إحنا مش عملنا اللي علينا هو إحنا مش نجحنا وخلاص هو إحنا هيبقى في معسكر أنا بديه بلسانه وإحنا هنبقى في معسكر في الدراسة وفي الأجازة كمان لا ده كده كتير ده لسان المراهق اللي بيقوله فبالتالي أنا هنا محتاج إن أنا فيه مراهقين بيبقى طالع عايز يحافظ على شكله يعني أقل ألمس الجزئية اللي هو بيركز عليها ألعب على القصة دي بالضغط يعني التفضيلات عنده يعني في حد تلاقيه مهتم بالتشيب بتاع جسمه بيروح جم وإلى آخره أبتدي أجيب له فويد النوم المبكر على شكل الجسم على الوظائف العقلية والجسدية ده خطبته بدماغه لو بنوتا إقناع بقى أه بالضبط ما هو عايز كده هو ده لا مش هينفع معاه طبيعة المرحلة بتقول إنه لازم أقتنع إن أنا متمرد إن أنا مش بسمعي الكلام إن أنا ببص الكلام الكبار على إنه أوامر وأنا مش هسمع الكلام ده ولا هنفذ الأوامر دي دماغه بتبقى ماشية بالطريقاتي لو بنوتا ألعب على عامل البشرة والجمال وده حقيقي بشهادات كل الأطباء النوم المبكر بيخلي الوش أجمل ويخليه أحلى وإلى آخره الدحيح اللي بيحب المذاكرة ده بيحافظ على المهارات العقلية فكل حدد كله من المفتاح بتاعه الزاوية اللي مهتم بيها مش هنزل ببرشوت كده وهو دي الاستمالات دي الاستمالات العقلية والعطفية خلي بالك ممكن يكونوا التلاتة عندي في البيت كل واحد بدماغ يعني كله مش التلاتة مهتمين يعني كو حد مهتم بالشكل بالتشيب بالعقل أبقى بالتلاتة كل واحد بقنعه بالأسلوب بتاعه بحس أننا بده بدي مرونة لو إحنا كنا قبل كده بنبقى عشر احداشر طب اتناشر طب اتناشر ونص ده كتر عمون بيقولك اتناشر ده ماكسيموم إنك تسهري وطبعا كل مقدر كمان مش حكاية عدد ساعات أعتقد هي فترة النوم إنت يعني اللي ينام الصبح ما يحسش أنه مرتاح زي اللي بينام اللي في الأوقات الطبيعية يعني ساعات النوم للبالغ 8 ساعات ما أقولش أن أنا هنام من 8 صبح لأربعة العصر لا خالص الكواليش بتاعت الساعات غير ساعات بالليل صحيح اللي هو الوقت عارفة الوقت الرسمي للنوم واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا تفرس الجسم وتفعولات لها مواعيد بالضبط فزي بوسي عارفة هي ساعات بيولوجية يجب أن تحترم في النظام الكوني وأنا جزء من النظام الكوني ده كل الكائنات بتنام حتى بعض النباتات بتنام تمام الحيوانات كله ده نظام كوني في دراسة بتقول أن يعني النوم في أثناء ساعات النهار بيؤثر على صحة الإنسان أو بيبقى أقل نفعا هل في موجود ده علميا يعني حتى هقول لحضرتك طبعا العلميا أضح إيه خلينا بالتجربة العملية البحثة يعني حد ما نمشي طول الليل ونام ساعتين بالنهار هو مهما نام لو نام العشر ساعات هيقوم نسمو متضغضة هيقوم موخا بمفهمنا كده وهندين ومش مش مصحصح مش مصحصح تلاقينا تقلبات مزاجية ده أكيد خلينا نقول بتاع اللابتوب بتاع المعدة بتاعتي أنا جسمي ده أعظم معدة ربنا خلقها في الكون هي لها سيستم ماشية بيه لها ساعات بتنم فيها وساعات بتصحى فيها الشطارة إن أنا أحقق ده وخاطب كل سن بمفهومه وبدماغه عشان أحققه وأنا الماسترو كأب وكأم في الأسرة لأن أنا في الأول لو بهيأ المكان بطريقة فيها حب لو أنا سن أكبر وطريقة ما فيهاش أوامر لا ده أصحي ليك أنا عايزك مصلحتك عشان نقدر أنت طالع الأول السنة دي عايزين نسيبك من المذاكرة دلوقتي بس لو أنت بتريح ما تأثرش على قدرتك العقلية صحيح وبتجي جيب دراسات بتقولي الكلام ده للناس اللي هي لوجيك يعني فيه ناس منطقية كده وتلاقي طفل صغير كمان مش شرط مراهق تلاقيه ادخولي لهم مدخل المنطق صحيح مش الأوامر خالص يمطع ويسمع الكلام كل حاجة اختلفة خالص هو 3-4 سنين هو شاب يعني يكلمك بمفهوم أن لا ده المفروض خلاص خط به بدماغه يبقى احنا بنخش لكل حد عن طريق المدخل الخاص به الشاب نقوله ده أفضل بالنسبة لصحتك الجسدية البنت ده أفضل بالنسبة لبشرتك يعني كل واحد بنخبه على أساس الموضوع اللي بنتكلم عليه كلام النهاردة عن صحة النوم بالنسبة للمراهقين في دراسة قالت أن عدم النوم بشكل كافي أو تأخر فيه النوم بالنسبة للمراهقين والأطفال بيؤدي لارتفاع ضغط الدم كلمتنا عن هذه الدراسة دكتور أمل شمس أستاذ علم الاجتماع في كورية تربية جماعة عن شمس شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورتي شكرا جزيلا